تلميز عزيزي المشاهد برحب بيك تلميز في مدرسة المسيح تلميز لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه وبيدعوك أنك تكون له تلميز تلميز مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة لكن تلميز معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح تسمح له أنه هو يعيش فيك وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة مجموعة زي المجموعة للمسيح صنعك مجموعة من كنستك من المؤمنين اللي حواليك تجتمعوا مع بعض تسمعوا مع بعض تصلوا مع بعض تشجعوا بعض أنك تطبقوا لحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيك صلاطي أن ده يتحقق معاك أمين عزيزي مشاهد أرحب بيك في حلقة جديدة من مدرسة المسيح أرحب بيك في رحلتنا الخاصة في الجزء اللي قلنا يختلف عن كل أجزاء السابقة واللاحقة في مدرسة المسيح عن شفاء النفس وقلنا أن حساسية الجزء دوت أننا بنزيعه يوميا لأن ده مش حلقة تقعد تخدمها طوال الأسبوع أو تقدر تدرسها طوال الأسبوع لكن دي دراسة على بعضها تحتاج في أقصر وقت ممكن أنك تسمعها وأنك تعيشها وأنك كمان تختبرها تقدر بعدها لشهور ولسنين تمشي في رحلة شفاء طويلة زي ما حنقول في نهاية هذا المشوار بتاعنا وتوقفنا في هذه الدراسة حول شفاء النفس عن بداية طريق العلاج وقلنا المسيح هو الطبيب وهو الدواء أليس بلسان في جلعاد أم ليس هناك طبيب نعم يوجد اليوم يوجد بلسان يوجد شفاء يوجد دواء ويوجد أيضا طبيب وتكلمنا أن في رحلة العلاج هنمشي مع نفس الرمز اللي اتفقنا عليه في الأول فكرة البناء وقلنا زي ما أوروشاليم بقت عوجة وبعيدة عن ربنا وثقدت الحماية والعناية الإلهية وانهدمت أسوار وأوروشاليم والهيكل ربنا أعاد هذا البناء من جديد والبناء ده ابتدى ببناء الهيكل العودة إلى العلاقة العودة إلى الشركة ثم أسوار الخلاص أسوار الشفاء الروح الصحيحة وبعدين النفس الصحيحة اللي بتحفظ الإعلاقة دية مع ربنا وبتدينا في الأسوار المرة اللي فاتت وتكلمنا عن ما نسميه الإعلان وقلنا الإعلان ده هوات زي ما هو موجود على التختة إعلان عن قلب الله من نحوي مش مين ربنا بواجه نعام ده تكلمنا عنه في شخصية الله سابقا لكن قلب الله من نحوي وعن قلبي أنا في قلبين محتاج أزورهم الروح القدس لازم يحملني عشان أزور قلبين مهمين قلب ربنا من نحيتي وقلبي أنا وقلبي مش من نحو ربنا قلبي أنا الغرف المغلقة اللي حاولنا طول الجزء الأولاني من الرحلة دية نكتشف إيه اللي بداخله معانا دلوقتي لست بحاجات لقناها وإحنا ماشيين معانا دلوقتي بقع واضحة من الألم ومن الوجع عندنا دلوقتي مجموعة من الحجارة عندنا ملامح شخصيات حاولنا نقلتها ونتقمصها في رحلتنا في الحياة لكن لازلنا محتاجين إلى زيارة خاصة بالروح القدس إلى أعماق قلوبنا وحنجلها في رحلتنا دي المرة اللي فاتت لما تكلمنا عن الإعلان عن قلب الله تكلمنا عن فكرة الإعلان كلمة الإعلان دي وقلنا الإعلان يختلف عن المعرفة في حاجة إن المعرفة بسمع لكن الإعلان بسمع وإيه؟ وبشوف بشوف بعناية دي لكن بشوف بعناية دي مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا لتدركوا لتختبروا لتدخل المعرفة دي إلى المناطق العميقة في دواخلنا الحب كلمة فقدت معناها أنا ممكن أقول لك بحبك نسمحها طول النهار ممكن أعمل حاجة كبيرة تعبر عن الحب دوت لكن أنت عمرك حتستدفق بالحب ده وتستمتع به غير لو دخل إلى أعماقك إلى دخل إلى أعماقك هي دي المحبة الإلهية وخذنا وقت الحلقة اللي فاتت نطلب روح الحكمة والإعلان ونطلب معونة الروح القدس في الرحلة بتاعتنا دي ونهارده هندي الحلقة دي كلها عن الإعلان عن قلب الله وقلنا في قلب الله عندنا تلت محطات عايزين نظره محبته وبوته قمتي وغلوتي عنده هما مش مرتبطين ببعض؟ مرتبطين ببعض هما نفس الحاجة؟ لا هما مش نفس الحاجة هما كتلة واحدة لكن جواها تلت حاجات مميزة وقلنا التمييز بين التلت حاجات دول لأن دول الدواء الأنتي دوت بتاع كل الرسائل السلبية اللي سمعتها عن نفسي في رحلتي في الحياة وحنشوف كل واحدة إزاي بترجع تاني الفرحة والأمان بترجع تاني الثقة والقيمة في الحياة وش كده سمحولي أبتدي المرة دي بإني أصلي وكلنا نركز أبصارنا وعيوننا ونشخص نحونا يا روح الله أعين ضعفنا اللحظات اللي جاية دي يا ابن الله اعلن لنا عن محبة الآب أيها الآب افتح قلبك وافتح عيوننا بالروح القدس لنرى ما بداخلك وحدك يا رب تعلن لنا وحدك يا رب تحول السمع بصر والفاهم إدراك وإحنا بنسأل هذا في اسم المسيح يسوع آمين عايزك تسمع معايا عايزك تسمع معايا وإنت بتسمع معايا افتح عينيك وحاول تشوف عايزك تسمع معايا اللي قالوا ربنا ومعندوش سبب يجذب فيه اللي قالوا ومعندوش سبب يجذب فيه إحنا بنضطر نجذب عشان نخبيه إحنا بنضطر مرات نجذب لأن اللي جوانا مش حلو إحنا بنضطر نجذب لأننا خايفين من الناس بس ربنا مش خايف من حد ومعندوش حاجة جواه يخبيها الله ليس إنسانا فيجذب ولا ابن إنسان فيندم شكرا من فضلك عايزك تسمع وتبص ربنا بيقول لك إيه مش بيقول لنا بيقول لك وحتلاقي كتير من الآيات دي بصيغة الفرد لأ مش بيتكلم عن مين ربنا لأ الكلام ده بيتكلم عن قلب ربنا من ناحيتك من ناحيتك من ناحيت كل واحد فينا هنا ومن ناحيت كل واحد بيتابعنا على شاشات التلفج في العهد القديم في الشعياء 43 وعدد 3 بداية الأصحاح دوت بيقول إنه ما معنى الشعب افتكر إن أنا نسيته الشعب افتكر إن أنا غافل عنه وبعدين مبنى بيوجه رسالة وبيختمها بالكلمات دية بالذات في عدد 3 بيقول له كده وبيقول لك كده وبيقول لك كده السرطة عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك قد بالعربي تعني التوكيد لكن قد في أصلها تعني مرات كتيرة معناها الحب الذي كان والذي هو إيه؟ أنا مش دلوقتي بحبك أنا كنت ولازلت بحبك أنا بحبك وببعت الرسالة دي ليك عايز أأكد لك عايز أقول لك كده أنت مش عارف أنت مش عارف أنت مش عارفة قدي أنا بحبك ده أنت عزيز وغالي أنا بحبك وبموت فيك أناسا عوضا عك شعوبا أنت مش عارف أنت تسوى إيه من نسبالي بس بصيغة المذكرة دي مش عارف البنات حيحسوها ولا لا الآلة بعدها في قرمية 31-3 بتقول معنى قريب قوي وجميل جدا بيقول تراءة ليه الرب من بعيد يعني إيه تراءة من بعيد يعني أنا هو بعيد قوي عنه أنا بعيد وبرغم بعدي من هذا البعد ربنا تراءة ليه ربنا ظهر لي ربنا نادى عليها من بعيد وشفته من بعيد ونادى وقال لي الجملتين دول ده اللي نادى عليها ما قال ليش أنت فين أنت بعدتي ليه أنت بتعمل فروحك كده ليه لا الرسالة اللي بعتها لي من بعيد محبة أبدية أحببتكي من أجل ذلك قدمت لكي الرحمة بتحبيني قد إيه بحبك قد الأبد قد الأبد خليني أعبر عن المعنى ده بطريقة تصورية تشبه الصورة ديت لما ابني صغير فأنا عايز أقوله أني بحبه وهو عايز يقوله أني بيحبني فأجي أقوله واد يا شادي أنت عارف أن أنا بحبك وأنا كمان بحبك يا بابا وتعارف أحبك قد إيه أقوله قد إيه في رحمة إيدي على قد يقوله بحبك قد كده قد كده أقوله بس أنا بحبك أكتر يقوله أنا بحبك أكتر ولا أنا بحبك أكتر بس أنا بحبك قد إيه فأقولك بحبك رحمة إيدي يقوله بحبك قد كده وأنا أديها أكبر من إيدك يقول لي عارف أبابا أنا بحبك أدي أقول له أدي يقول لي أدي الأوضة دي كلها أقول له أنا بحبك أدي الشقة دي يقول لي وأنا بحبك أدي الدنيا دي كلها فإنت عايز تقول لي واحد بحبك أدي إيه فبتقول له حجم صح طبعا هو ما قدرش يحبيني أدي الدنيا دي كلها لأن إيدي ما تجيبش الدنيا دي كلها لكنه تعبير على أده بس ربنا بيكلم على أده فبيجي يقول لك أنا بحبك عارف احبك قد ايه؟ قد الابد مش قد الكون الكون ده محدود انا بحبك قد الابد لازم تفتح عينيك وتشوف المنظر ده تراء لي الرب من بعيد وقال لي محبة ابدية احببتك اذا كنت يهمك لغة المؤنس اذا كنت يهمك حتى لغة المذكر من اجل ذلك ادمت لك الرحمة والرحمة الآية اللي استخدمناها وهنتكلم عن فكرة الاعلان بتقول عبارة جميلة جدا بيقولوا انتم متأسسونة متأصلونة في المحبة وانت واقف على ارضية الحب وانت مسبت رجلك على الارضية دي وانت فاهم الحب ده هو ايه؟ تستطيعوا ان تدركوا وقلنا الادراك مش مجرد افهم لكن الادراك معناه اداية تقدر تمتد وتعمل ايه؟ وتمسك تستطيع ان تدركوا مع جميع القديسين ده حق ليك ولكل واحد ده حق لكل المؤمنين مش بيكلم هنا عن القديسين معناهم اللي عاشوا حياة القداسة وتكتبت اسماءهم في لستة القديسين لكن هنا بيتكلم عن القديسين الذين في افسوس بيكلم عن جميع المؤمنين بوليس الرسول تدركوا ايه؟ تدركوا ابعاد ابعاد محبة المسيح قد ايه دي يا بوليس الالفائقة المعرفة يعني يليها بعض بيقولوا في الاماكن الخالية يعنيك بتقدر تشوف مش عارف مسافة خمسة كيلو مش عارف كم حاجة كده خمسة كيلو عشرة كيلو وده انك تقدر تسمع لو في صمت صوت لغاية مش عارف قد ايه لو قيمة الصوت مش عارف بيسوب اللي ايه بيقول هنا بقى بيقول ان لو قفت في مكان عالي وحبيت تجيب اخر اخر حب المسيح ليك مش هتجيبه اخر حب المسيح لطوله حتجيبه اخر ولا عرضه حتجيبه اخر ولا ارتفاعه حتجيبه اخر يعني ايه يعني لو قعدت تتخيل بينك وبين نفسك كده خيال يعني وتقول ربني احبني قوي 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 بيموت فيها فوق 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 بلاش خيالي بقول لك لا 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 ده لو اتخيلت اي حاجة لو قلفت فيه لو مهما خيالك جاب مهما خيالك جاب مش هيجيب الحقيقة مش هيجيب الحقيقة مش هيجيب الحقيقة يعني اسرح بخيالي الاخر لو جدع يعني اطلق العنان لخيالي بليز ارجوك احمل كده واعرف ان مهما اطلقت لخيالك العنان مش هيجيب اخر مش هيجيب زيارة لقلب ملوش اول من اخر القلب ده مليان حاجة واحدة بس حب والحب ده لحضرتك ولحضرتك لو كل واحد فينا وتعرفه شخصيا وتدركه شخصيا محبة المسيح الفائقة المعرفة يحصل لما تمسك الحب ده يحصل الحب ده يملاك يملاك كأنك فتحت حنافية كأنك فتحت حنافية فتمتلئ فتمتلئ الى كل من الله فتلاقي نفسك غرقت انت شخصيا فهذا البحر اللي ملوش اول والاخر بس يعني مجرد اعرف محبة المسيح اتملي اه يعني بس ادرك محبة المسيح اتملي اه بتتكلم جد يا بوليس اه هو ده اللي حصل لك اه هو ده متاح لأي حد اه اه وده لازم انت شخصيا تعملها بنفسك شخصيا حاجة شخصية ده محدش حيشربه غزبا عنك ويفتح بقك ويسقيك ده مش دوى ده حب ده حب حقيقي صافك البلور عزب اعزب من اي ماء منقع مسيح بيصلي من اجل المؤمنين في يوحنة 17 وبيقول انا فيهم انت قابلت المسيح صح انت قابلت المسيح صح يبقى في المسيح فين فيك السؤال عشان الناس اتأكد ان الشخص ده فعلا مؤمن حيب اقوله المسيح فين يقولي في السماء اقول له فين يقول لي وفي كل حتة اقول له فين يقول لي وبس انا مستني يقولي كلمة مقاوي مسيح فين يقولي هنا هنا يبقى قدر عمدك يبقى قدر اخدك لماء المعمودية لان المسيح بقى فين هنا هون مسيح بيقول كده انا فيهم انا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين الى واحد ليه ليه عايز الكمال ده يستعلم ليه عايز الناس تشوف الكمال ده ليعلم العالم انك ارسلتني وليعلم العالم انك احببتهم كما احببتني ايه ايه ولا تاني القاب بيحبني زي ما بيحب الابن الوحيد المسيح وعايز ده الناس تشوفه ها طب هو كامل وهو والاب واحد وهو الابن الازلي وهو الكلمة وهو الكمال وهو الطريق وهو الحق وهو العام وانا ولا حاجة بس بيحبني نفس الحب بس بيحبني نفس الحب انت مش عارفة وبنروح ندور عن حب عند الناس اللي هو كده ما يبلش طرف فلسان ايه موسيقى ايه وقاموا الابن يقول ايه موسيقى وقاموا الابن يقول ايه أحسن نكون مش متأكدين أحسن الفكرة تبان فيها صيغة مبالغة كما أحبّني الأهب أحببتكم أنا أيضاً كماً ونوعاً مقداراً وشكلاً وجوهراً حب الله ليه؟ هو الدواء اللي بيشفي نفسي هو اللي بيرجع يملغ الخزان بتاعي اللي فضي ونشف وملح صح؟ هو المية العزبة اللي بتيجي تخسل تاني كل الحب البايز الفاسد اللي شقق قلبي وملحه فإذا أنا ما استقيتش الحب ده ما استقيتش الحب ده ما شربت 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 لغاية لما ارتوي هفضل من جوه موجوع موجوع وفاضي وحشحت الحب كما أحبني دهب كذلك أحببتكم أنا نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ اثبتوا في محبتي كلمة اثبت دي لفيت وراها لأن الأصاح ده بتاعي يوحنا خمس وشر الكلمة دي تكررت عدم من مرات خيالي الغصن في الكرمة ومش هفيه يثبتوا فيه وأنا فيك ولي هزنوا كتير قوي قوي بالانجليزي جاي جاي في بعض الترجمات فعاد ترجع ورا الكلمة دي فلقيت الكلمة دي معناها إيه؟ بقى استقر أقام بات سكن يعني بنق المكان السكن بتاعي بنق الإقامتي بنق الإقامتي وبقى أقيم في محبة المسيح بقى أقيم عنواني كده اللي عايز يدور علي اللي عايز يدور علي يلاقيني فين؟ أنا ساكن ست آلف شارع مهم فمحل إقامتي محبة المسيح أنا مقيم هناك أنا مقيم هناك زي بالزبط جنين مقيم في بطن أمه هو ده المنظر اللي بيصف مقيم بيأكل وبيشرب وبينام هناك ده الكائن الوحيد اللي بيقيم في مكان ويمارس كل حاجته هناك صاحي رايح جاي نايم فالجنين كده فبيقول أنا هعيش كأني جنين في رحم المحبة الإلهية هعيش جنين في رحم المحبة الإلهية بتربطني بيني وبينها الحبل السري اللي بيوصلني كل ما أحتاج واللي بياخد مني كل توكسيك برودكس بتاعتي كل الحاجات اللي أنا بياخدها وبيديني كل ما أقيم فين في محبة المسيح أقيم في محبة المسيح وأنا بروح أطلب الحب من الناس واللي عندهم فتاة بواقي لا يشبعه ولا يشبعني اللي عنده صح؟ مجرد مجرد أني أشوف مجرد أني عناية تتفتح مجرد أني وداني تسمع وعناية تتفتح وأشوف محبة الله الفائقة المعرفة وأقيم فيها أمتلأ أمتلأ خزان الحب بتاعي يتملي وأقول مع داود كأسي ريا كأسي ريا مين الشقة التانية بيحبني 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 فأغرق في هذا البحر وأعوم وأختص في البحر دا وأطلع وانزل فيه وأقيم زي دولفن عايش في المحيط دولفن ممل بيولد ومش بيبيض انتعارفين الدولفن دا حيوان ثادي زي الساديات بالظبط بتاعتنا دا مش سمكة لكن يقيم في المحيط يقيم في البحر دي إقامته بينام هناك ويتمشى وياكل ويشرب ويعمل كل حاجة هناك هناك أقل مقيم هناك مش زي هنا رحنا نضرب غدس ونبلبط ونمشي لا لا مقيم هناك طيب دا بيديني الحب اللي يحتاجه القلب الحب غير المشروط والحب غير المحدود فده بيسقيني الحب الحقيقي اللي بيخليني باخد حب حقيقي لبن حقيقي لبن حقيقي فيه عناصر الغذاء الحقيقي اللي تخليني أعيش ما يجيليش لا مرازمس ولا كواشر كوف لا لين عظام ولا هفتان الحاجة التانية أنا مين أنا محبوب بس أنا مين الـ identity بتاعتي الهوية بتاعتي مرتبطة مش بس بإني محبوب مرتبطة بنسبي مرتبطة بإيه بنسبي الهوية مرتبطة اسمك إيه فلان ابني مين وناس كتير يقول بلاش ابني مين دي كيف أعيش طب الأم والأم كمان بلاش في الأم هي كفايز ده جوزء من الهوية مش كده ده جوزء من الهوية بتاعتي فيو أحد يحب يقول أبو أكتر ما يقوله هو عشان خاطر أبو ده شخصية معروفة طب تعرفش أنا ابني مين ولا إيه كده على طول يكسر الإشارة وبتاع اللي يقول تعرفش أنا ابني مين أكلمه لك أكلمه لك لا خلاص يا بيت فضل تضل حدرتك تكسر الإشارة زي ما أنت عايز اكسر أي عاجة حدرتك فجزء من الهوية بتاعتي مين أبويا مين أبويا إحنا عارفين بناء على يحنى واحد نشر إلى خاصاتي جاء وخاصاته لم تقبلوا أما كل الذين قبلوا أعطاهم السلطان أن يصيروا إيه أو لا هذا الله إحنا مؤمنين والمسيح فين جوانا قبلنا ربنا كويس قوي يبقى معانا شهادة بتقول إيه الشهادة دي أننا أو لا هذا الله صح كده معاك شهادة دي ولا ضا يعطا يعطاهم سلطان سيرتيفكت شهادة مختومة موسقة من السجلات اللي هي أننا أو لا هذا الله بتبقى الحقيقة دي فين هنا هنا لكن مش بتتحول إلى إدراك وإلى ممارسة عملية إن ده يبقى مين يبقى بابا أنا أب ده الأب التاني فيه أب أصلي أب أصلي اللي هو الزيج بتاعده السبيرم بتاعه لقح البويضة بتاعت أمي وعملني زيجة وجابني للحياة ده الأب الأصلي أما ربنا وربنا يبقى مين الأب الفرعي أب المظلات يعني مش عارف يعني 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 أب أب مش ده الأصلي فمش بنتسب إليه فهوية جوايا مش بنتسب إليه لغاية لما بيحصل الإعلان دوت واكتشف الحقيقة إن أبوي الأصيل 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 هو الله وإن الولادة الحقيقية هي الولادة الروحية الذين ولدوا من الله فربنا مش مجرد عدى كده علي لأني في ملجأ في آلهاته الودة ونديله اسمي لا بيقول صرنا أولاد الله بقية الآية الذين ولدوا ليس من جسد ولا من مشيئة رجل ولا من دم بل من الله من الله فدي ولادة شرعية روحية وأبوة إلهية روحية حقيقية طيب Programm بس أنا اللي جابني للدنيا دي أبوه يا أمي السdegree والزيغوت هم اللي جابوني لأ قبل ما صورتك في البطن عرفتك مين اللي صورني في بطن أمي الزيغوت اللي بتاع ده السlectric والأوفا لأ لا لا اللي صورني في البطن بربنا بيقول قبل ما صورتك في البطن عرفتك قبل ما خرقت من الرحمة قدستك أنا اللي حطيتك أنا وبيقوله عليك ألقيت من الرحم وانا نازل اللي استلقاني مين الداية الدكتور التمرجية لا اللي استلقاني وانا نازل من رحم أمي كانت إيديك فانت اللي حطيتني هنا وانا نازل انت اللي استلقتني وخدتني في حجمك ده لازم أشوفه معنايا لازم أشوفه إن أبويا الحقيقي اللي جبني وأنجبني واللي ما عاشي معايا رحلة الحياة وولي أمري والمسؤول عني هو ربنا والأبويا الفرعي الواسطة المادية إني أجيب للدنيا اللي قده سبيرم ويمكن سابني وماشي مصرفش علي ومقال ليش صحة وغلط واللي يمكن صرف علي شوية فلوس ورباني غلط واللي يمكن صرف علي ورباني صح لكن ده واسطة مادية لكن أبويا اللي حيفضل أبويا لغاية الآخر مين أبويا التاني ده اللي جبني وصرف علي أو ما صرفش علي رباني أو ما ربانيش جرحني ولا مش عارف حمل فيي ايه أنا بتفنه بإيديا صح أنا بتفنه بإيديا وبابن ما بتفنه أنا اللي بمرضه وأنا اللي بعتني بي وبيتحول يبقى الصغير وأنا ايه الكبير تخيله أبويا بقى الصغير وأنا بقى كبير أبويا صح بعد شوية عمر بتبقى أنت كبير أبوك صح وإنت اللي بتتخذ له قرارات وإنت اللي بتاخده المستشفى وإنت اللي بتدفنه بإيديك أبويا تدفنه يبقى أبويا ده لما احنا رلايات اللي جاية عن أبوت ربنا نكتشف آه أنت أبويا أنت من الأول للآخر بتفضل بابا إلى الشايبة إلى الشايخوخة أنت أبو لما يبقى عمدي مئة سنة أنت القديم الأيام أنا بالنسبة لك إيه بيبي صغير أو زغنتوت عندي مئة سنة صح ولغاية مئة سنة يحطني على ركبته ويعمل إيه ويدلعني وبالليل يغطيني ويبسني ويقول إيه تسبع على خير ولما أصح الصبح يقول لي صباح الفل حبيب قلبي إذا ما حصلتش استبدال في أعماقي وأدركت أن ربنا هو أبويا الأصيل والباقي والأبدي والحقيقي والمسؤول عني حتفضل محروم من أبوه ويطلقه وحتفضل بلا هوية وحتفضل مش عارف تكتب أنا مين المسيح قال أنا أعلم من أين قتيت إلى أين أذب طول الوقت هو بيتكلم عن الآب يقول أبي صح كدا؟ صح؟ أبي أبي أعظم من الكل ليس أحد يعرف الآب إلا الإبن ومن أراد الإبن أبي 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 أنا عارف نبويا أنا عارف نبويا صح؟ مش هتعرف تخف لغاية لما تتعرف تقول الكلمة دي أبي أنت الآية بتقول كده وأليفه الصباي وأليفه صباي يعني صحبي من ون صوير اسمحوا لي قارة شوية أهات مزمور 89-26 بيقول إيه هو يدعوني ده اللي ربنا نفسه يسمع هو يدعوني أبي أنت أبي أنت بصوا اللغة الفرد هنا مش كلمة عن شعب تتكلم عن شخص تتكلم عن حاجة شخصية وده اللي قلناه في كل رحلة شفاء النفس تتكلم عنك عنك مش كلمة عن موضوع بنتكلم عنك وعنك أني أنا أعرف يقولي ربنا أبي أنت إلهي وسخرته خلاصي يقولي إلهي الأول لا أبي الأول أبي الأول أبي الأول أبي الأول إلهي دي كلمة بعيدة أوي بس أبوي إلهي دي كلمة إيه أريبة أوي عارف أعيش معا عارف استمتع به إلهي أرضيه أهابه أحترمه بس أبي أنتمي إليه أكتب اسمي كده اسمي يبقى لقبي يبقى هويتي يبقى بطاقة الشخصية شعاية 49 16 15 هل تنسى المرأة راضيعها فلا ترحم ابن بطنها مفروض الإجابة لا يمكن لكن في الظروف الحياة الصعبة بيحصل ولا ما بيحصلش وقت المجاعة بتاعة الشعب طبخوا أولادهم بأيديهم وكلوهم تخيل أم تروح طبخة ابنها وتأكل جوع الوقت حيموت وإحنا هنموت وأنا لو طبخت روحي ابني مش هاكلني فبطبخ ابني عشان أكل والنهاردة منطبخ ده وبكرة منطبخ ابني اللي جارتي مجاعة وحنموت هنموت في الضيق الإنسان بيتحاول إلى أي حاجة المفروض هل تنسى المرأة راضيعها وهو بيعيط وعايز يردع لا يمكن لا ترحم ابن بطناها مفروض لا بس حتى هؤلاء ينسين لكن أنا مش هعمل كده أنا لا أنساكي بص هنا بقى بتكلم مش بابا هنا بتكلم مين ماما يعني ربنا بابا وماما أه أنا لا أنساكي هو ذا على كفية مش كف كفية نقشتكي اسمك هنا كل ما بص ألا إسمك يطلع لي اسمك هو ذا على كفية نقشتك نقشتك مش كتبت بحبر بيزي لا نقشتك فاهمين دقيت تاتو حطيته كده هو ذا على كفية نقشتك أسوارك إذا كان الأسوار بتعبر عن النفس نفسيتك أمامي دائما شايف شايف جراحك شايف وجعك شايف الدمار شايف الفرح شايف الخيبة الأم هو ذا أسوارك أمامي دائما عناية عليك مطرح ما بتروح مطرح ما بتروح عناية عليك المنظر من فوق غير من تحت من تحت مش شايفين ففكرين نسيني الرب وفاة حقي إلهي هل تنسى المرأة رضيعها ألا ترحم ابن بطنها أولئك ينسين تحت ظروف الحياة أنا ما عملش كده أنا ما عملش كده أنا ما عملش كده شاعة 63 بصوا بقى واحد فاهم في لعد قديم في لعد قديم وفاهم ويعني في لعد جديد ومنس فاهمين ونتكلم عن البنوية تكلم عن بنويتنا ما بتكلمش عن أبوت ولية بتكلم عن البنوية بنتكلم عن الحقوق بتاعتنا وقروحوا لأني مش ابنك وبتاع بس ما قولوش بابا مش عارف ازاي بقى أنا ابن واسا قولوش بابا يعني برضو من الحداثة دلوقتي ان الوقت ما يقولش لابوه بابا يندهلو باسمه يا سامح يا إيمان كده يعني ما فيش بابا وماما يعني خلاص لازم راح يبقى روش ولازم يبقى متمدين كده وإحكاية بابا وماما دي تبلاش بقى اكبر مخك يعني فبصوا الشعياء بينديه وبيقول له إيه فإنك أنت أبونا بس الكلام الجاي حلو زي إن لم يعرفنا إبراهيم يعني إذا أبويا الشرعي قال معرفكش قاعد أنت إذا لم يعرفنا إبراهيم بس ده جد كبير وراجل كبر يمكن في السن إن لم يدرنا إسرائيل حفيده أبويا التاني أبويا بقى اللي خلفني فهم اللي اسمي على اسمه إذا إبراهيم قال لي ما عرفكش إذا إسرائيل قال لي ما عرفكش أنت يا رب أبونا أنت أبونا مش بس أبونا ولينا وولي أمري المسؤول عني لم يقول لي هات ولي أمرك وتعالى روح أجيب مين أنا هجيب ربنا يا رب لك إيه ده أبوك أبويا ده أبويا ولي أمري بس مقالش ولي أمري بس ولي أمري كده عمي وهو ولي أمري أصابويا مات ده مين ده جوش خالتي وهو ولي أمري لا أنت إيه أبونا ولينا والغاية إمتى الحكاية ديت ومن إمتى الحكاية ديت منذ الأبد بص العبارة منذ منذ ده ماضي والأبد ده إيه تستقبل هو أبويا من الأول وحيفض الأبويا لغاية لإيه للأبد للآخر هو ده أبويا هو ده أبويا من الأول وحيفض الأبويا للآخر طب الناس التانين طب في إبراهيم إزحاق يعقوب بتاقي الناس دول دول ناس جموا وماتوا ومشوا دول طب طب عليها ما طب طبش عليها مش هيفرق صرف عليها ما صرفش مع عليها مش هيفرق قال لي كلمتين حلوين أثروا ما قالش قال كلمتين وحشيين مش هيفرق في حاجة نقصة مش كفاية أنه بيحبني لازم أشوفه بابا والآن يا رب والآن أنت أبونا نحن الطين وأنت جابلنا كان مفروض يبقى خالقي كان مفروض أقوله أنت خالقي أنت جابلتني لا لا أنت أبويا أنت أبويا نحن الطين أنت جابلنا كلنا عمل يديك يبقى نقرب لك نبقى أولادك مش نبقى عبيدك نبقى أولادك كإنسان تعزي أمه هكذا أعزيكم أنا وفي أوروشاليم وفي أوروشاليم تعزون وعايز أختم بالآية دي جميلة أوي 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 المقطع ده بتاع أرمية قريت بالعربي ما فهمتوش لقيت بس الآية في الآخر دي حلوة قريت بالإنجليزي تحفى تحفى أني أنا وضعتك بين البنين وأعطيتك أفضل ما يمكن وكان كل لنفسي فيه كان كل لنفسي فيه أني أسمعك بتقول يا أبي أليف وصباي بص 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 العبارة تانية ربنا بيكلم شعب ويقول له أنا 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 حطيتك بين البنين أنا لما دعيتك عايزك ابن وديتك أحسن حاجة وكان كل اللي بتمنى أنك تدعوني ما تقوليش يا سيدي ما تقوليش يا إلهي ما تقوليش يا بعلي ما تقوليش كان الكلمة اللي كان نفسي أسمحها منك ولازلت نفسي أسمحها منك أبي وأليف وصباي من وانا صغير بلعم معاك بلعم معاك بتنطط على كتفك الكلمة اللي ربنا عايز يسمحها مننا بابا وإحنا مش بنديها له تدفع كام ونقولها لك الديني المصروف هو محتاج يسمحها ولا أنا اللي محتاج أقولها أقولها ولاقي فيه هويتي ولاقي فيه الـ identity بتاعتي ولاقي نفسي أنا مين أبي وأمي تركاني مش مهم لأنه هو أبي لأنه هو أليف وصباي الحالة اتشت فيه بس هو أبي هو ضهري هو سندي هو المسؤول عني وبابا أمضي عينيك معايا بليز أمضي عينيكي وسأل نفسك وسألي نفسك عارف تقولها له بنفسه يسمحها من قلبك أمضي عينيكي عزيزي مشاهد أشكرك عشان متابعتك لنا هذه الحلقة صلاتي لحضراتكم وليك إن عينيك تتفتح وترى أبوك أروع من في هذا الوجود أعظم أب ممكن تتخيله بزهنك بعقلك بخيالك بفكرك بروحك وبين أيدي بستوضعك مستوضع أخواتي عشان تستنير عيون أذهانكم إلى أن نلتقي غدا في حلقة جديدة من مدرسة المسيح ربنا يحفظك أمين مدرسة المسيح في نهاية حلقتنا عزيز المشاهد عايز أشجعك أنك تروح للويبسايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv هتجد كل الحلقات موجودة وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة تقدر تتفرج عليها ستريمينج تقدر تلاقيها word تقدر تلاقيها كشيت عشان تحلوا وتبعاتوا لينا مرة تانية تقدر تلاقيها pdf تقدر تلاقيها powerpoint أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون mp3 عشان تقدر تسمحها أو تكون للآيفود بتاعت أو تكون للآيفون بتاعت أو تكون كمان window media player والcd hat dvd hat high quality موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك إلى أن نلتقي ربنا فرق موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة